مرحبا مركز صواب يطلق هذا الأسبوع حملة واسعة لفضح انتهاكات داعش ضد المرأة تحت شعار داعش أو وسم داعش تهين كرامتها انطلقت الحملة من حساب مركز صواب على تويتر بهذه السور وشملت أيضا لقطات لمقابلات مع نساء تعرضنا لجرائم وفضائع داعش إما في سوريا أو في العراق طبعا قد لا تكون هذه الحملة الأولى التي يتم إطلاقها لنشر فضائع داعش خاصة تلك التي تحجم المرأة لكن كثيرين الآن يتساءلون عن قدرة حملات مواقع التواصل في تغيير أي شيء من الواقع وسط ما يحكى عن خبراء إلكترونيين تابعين لداعش برعوا بجذب العناصر الشابة إلى تنظيمهم الإرهابي أيضا مقاطع مصورة من حملة داعش تهين كرامتها من حساب مركز صواب على تويتر ترجمة نانسي قنقل اليوم سنة السماء اليوم التوزيح للحديث أكثر عن هذه الحملة سأرحب هنا من أبوظبي بالمدون الإماراتي محمد المسكري محمد ربما أبدأ معك بهذا السؤال هل هناك أصلا حاجة لحملات توعية مثل هذه على مواقع التواصل في وقت أصبحت فضائع وجرائم داعش معروفة جدا وموثقة بشكل دقيق في البداية أحب أشكركم على استضافة هذه الحملات التي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف منصاتها العلامية من تويتر لإنستجرام تساهم على نشر الوعي للجمهور العام والحقيقة أن داعش متخذين من وسائل الإعلام الاجتماعي كوسيلة التي تجنيد أعضاء جدد لهذا التنظيم الإرهابي طيب هنا البعض يقول بأنه فضائع وجرائم داعش موجودة معروفة موثقة وسائل الإعلام تتحدث عنها بشكل يومي فهل يؤقل أننا لا نزال بحاجة لحملات توعية للشباب؟ يكمل الفرق ما بين الإعلام الاجتماعي والتواصل الاجتماعي والإعلام التقليدي أن الجمهور صار هذه الأيام أكثر متواجد مع الإعلام الاجتماعي خاصة فئة الشباب وهي الفئة المستهدفة كثيرا من تنظيم داعش لاستخدامها من هذا التنظيم الإرهابي فعليه صارت الإنترنت متوفرة على التلفونات الذكية وهذا للأساس أن التوعية للشباب جيل الشباب ما بين سن 15 إلى 25 إلى 30 معظمهم على أجهزة الإلكترونية فالمسجات ستوصلهم بطريقة أسرع من الإعلام التقليدي والتفاعل للناس بتغريداتهم أو بالصور في إنستجرام وفيسبوك تساهم أن تزيد الوعي الجمهور لهالجرائم صحيح ما ذكرته محمد هناك استقطاب واسع حتى عبر ألعاب الفيديو والبلاي ستيشن للشباب لكن أيضا ذكرت لي في وقت سابق عن فجوة معلوماتية أو إلكترونية حتى بين الأجيال بين الجيل الشاب الآن والأجيال السابقة برأيك كيف يمكن تقليص هذه الفجوة؟ تقليص الفجوة ما بين أجيال قديمة وجديدة هي منذ ما نسميها جودة الوقت ما بين الأب وابنه وتيت الحياة هذه الأيام سريعة فأحيانا نفقد ننيرس مع الأطفال ونتكلمهم عن مواضيع معينة فجودة الوقت اللي يقضيها الأب مع ابنه ضرورية في بناء ملامح الشخصية للطفل أو الشاب وتصعيد دربة في الحياة مع ابنه وبنته صح محمد؟ مع ابنه وبنته بما أننا نتحدث عن جرائم داعش ضد المرأة محمد كثيرون يعطون أيضا أو ربما يلقون بالمسؤولية على المرأة أو على الشابة نفسها مثل ما نرى بفيديوهات شابات من بريطانيا شابات من دول أوروبية تترك منزلها وتسافر وتهرب إلى الرقة لتعود وتندم بعد ذلك برأيك ما هي سبل مكافحة هذه الظاهرة؟ من البنات اللي يجون من أوروبا توعية شي ضروري معرفة الحالة الاجتماعية لأشخاص أحيانا جاعش بوسائل معينة يركزون على ناس عندهم مشاكل اجتماعية معينة ليجذبهم للتنظيم الارهابي وهذه من الطرق اللي يستخدمونها عن طريق إذا من مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق المناطق اللي هم يسيطون عليها في سوريا والعراق أو عن طريق الدرجشة خاصة درجشة عن طريق الانترنت برأيك محمد حتى الآن ماذا نفذت هذه الحملات؟ هل حققت أي شيء على أرض الواقع بين الشباب هنا في مجتمعاتنا العربية؟ حققت أنها زادت الوعي الجمهور لجرائم بداعش وزادت الوعي وعطت رسالة لأولياء الأمور أن يقعدون مع أطفالهم وأولادهم بناتهم وشرح عما يدور حواليهم أن فكرة أن الطفل لسه صغير ومفاهم اللي صاير حوالينا هذه من المدسة القديمة المدسة الحديثة أن الأب لازم يقعد مع ابنه ويشرح لمواضيع اللي صايره في الدنيا أن الأطفال ما شاء الله عليهم فاهمين اللي صاير حواليهم طيب محمد أيضا بصفاتك ناشط ماشاء الله عليك كثير بشكل مكثف على تويتر من خلال ما تسمعه كيف هل ترصد مثلا أي تغيير بين الشباب في المعلومات المتناقلة بينهم على مواقع التواصل حول هذا الوعي الذي أنت تقول بأنه إزداد؟ الوعي أن كتابة التغريدات أو أسلوب التغريدات أنه من فترة قد من ثلاثة الشهور ما كنت تشوفين التغريدات أن تنكتب بطريقة معينة صارت الناس تعرف صارت تدرس أو تقرأ عن جرائم داعش وقامت تشرح لبعضها وهذا يتساهم في زيادة الوعي في المجتمع نفسه فكلما زاد الوعي في المجتمع كلما زادت قل خطر داعش في المجتمع وهذه محاربة الفكر بالفكر في نفس الوقت تمام ويبقى التصابق حتى على توعية هذا الجيل الشاب على مواقع التواصل سأشكرك المدون الإماراتي محمد المسكري كنت معنا مباشرة من أبوظبي شكرا شكرا